في أول جمعة بعد هجمات بروكسل خصص إمام المسجد الكبير بالعاصمة البلجيكية خطبته لمحاربة محاولة ربط الإرهاب بالمسجد من أجل تشويه صورة الإسلام مستغلاً الحضور الكبير لوسائل الإعلام ليطالب نريد الإنصال، نريد العدل، العدل الذي جاءت به الأبيان السماوية حينما نبحث وأقول هذا لوسائل الإعلام وأنتم تبحثون في وصول هؤلاء أين درسوا؟ أين نتعلموا؟ هل درسوا في مدارس بلجيكية؟ أو في مساجد بلجيكية؟ هل هم من رواد المساجد؟ أبداً إما نشعر في مارات ومراقص أو في أوكار مخطرات أو نصوص وتبطأطر لا علاقة لهم بالأديان نحن ندافع عن هذا المسجد، عن بيت الله، وندافع أيضاً عن المسلمين ونقول لهم أن هؤلاء الإجراميين تم استقطابهم من طريق الإنترنت ومن طريق الشبكة فلا علاقة للمساجد بهؤلاء، فهؤلاء أناس عرفوا قبل ذلك بالإجرام ومعروفين أيضاً من طرف الشرطة الخطبة كانت فرصة أيضاً لثمرير رسائل مباشرة حول الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الجالية المسلمة في بروكسل علينا جميع أن نتكاتب ونوحي جهودنا من حجم معالجة مشاكل هؤلاء الشباب فما هم إلا نتاج ظروف عائلية ورسلية، ظروف اجتماعية، ظروف نفسية هي التي جعلتهم ينحلقون عن طريق هي التي جعلتهم يسلقون بسهاده المسالك يسلقون طريق الجراء، طريق العمر مباشرة بعد نهاية صلاة الجمعة وقف الجميع دقيقة صمت على روح الضحايا بحديقة المسجد كرسالة تضامن من المصليين